السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعرض معكم اليوم هالكاميرا الجميلة من كانون كانون C70 هذه الكاميرا مدخلك للتصوير السينمائي والتصوير التقاري كانون حاولوا يبدعوا في هذه الكاميرا ويعطوكم كاميرا ببودي شوية أخف ببودي أصغر يعني لما تشوف عليها كأنها دمج بين الكانون 1DX Mark III والكاميرات اللي أصغر منها طبعا هي تعتبر أخف وأصغر من الكاميرات السينمائية الكبيرة والثقيلة وتعطيك شغل جدا مميز الكاميرا هذه يعتبر سعرها جدا ممتاز مقارنة بالأشياء اللي ممكن تعطيك إياها الكاميرا الكاميرا فيه أشياء كثيرة حلوة بستعرضها معاكم أول شي نبدأ بوزن الكاميرا وزن الكاميرا 1200 جرام فمعناته وزن خفيف وممكن تركبها في أغلب موانع الهتزاز اللي تاخذ هذا الوزن وبدون أي مشاكل الكاميرا تصور 4K إلى 120 فريم وتوصلك إلى 180 فريم إذا حطيته على 2K الكاميرا تعطيك 10 بيت للألوان وكذلك بنمط 422 وممكن تغير هالموضوع إذا بغيته شوية أقل الحساس في هذه الكاميرا Super 35 ويتحمل النويز بشكل جميل الكاميرا تعطيك 16 وقفة للديناميك رينج فمعناته ممكن تلعب بالإضاءة على راحتك في التعديل اللي حلو في هذه الكاميرا بعد أنها تدعم عدسات RF بشكل مباشر وإذا تريد تركب عدسات EF ولا EFS تركب بأدابتر الكنون طبعاً على التقروبتي ركبت عدة أنواع من العدسات بدون أي مشاكل بالنسبة للفوكس وبالنسبة لسرعة القراءة الكاميرا فيها مدخلين الـ SD وبعد فيها 10 وقفات ND داخلي في الكاميرا بس تحط الرقم وعلى طول يظهر عندك ما في أي تأثير بالنسبة للألوان الكاميرا فيها بعد مانع اهتزاز داخلي 5XS Digital ألوان الكاميرا جداً جميلة وفي نفس الوقت تصور بنظام فيديو مفتوح فمعناتها لا تهتم صور على راحتك لغاية ما يخلص الممركات نوع البطارية اللي فيها الـ BPA30 وهالبطارية تجلس معاك فترة طويلة للتصوير والشيء اللي حلو بعد في هذه الكاميرا إن الشاشة تلف عندك بالكامل فمعناتها بتسهل عليك الشغل وقت التصوير الكاميرا فيها أزرار كثيرة ممكن تتحكم بأشياء كثيرة من الأزرار بشكل مباشر ما يحتاج تدخل منيو وفي نفس الوقت عندك مداخل ومخارج كثيرة زيادة على كذا في أزرار كستم ممكن تحددهم وتغيرهم عشان تضبط أمورك وطبعاً الشغل التقاري والتوثيق بتحتاج مداخل للمايكات الكاميرا هذه فيها ثلاثة عندك اثنين input mini XLR وعندك كذلك المايك العادي الكاميرا بعد give HDMI كامل فمعناتها ممكن تركب أي شيء بشكل مباشر لها في البوكس بتحصل كل شيء تحتاجه لما تشتري الكاميرا هذه عندك الهندل والمايك هولدر وكذلك شاحن البطارية كل ذكرته اللي شفته أكيد مهم لكن الأهم قودة الكاميرا في التصوير هنا خضيت مقاطع متفرقة في إضاءات مختلفة أقرب قوة الكاميرا من ضوء وألوان والحين أترككم مع المقاطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر طبعا قربت الكاميرا في أكثر من مكان وكل مقاطع اللي شفتوها صورتها بهذه الكاميرا وحطيت لكم كذلك تفاصيل كل عمل عشان تشوفوا القودة وكيف أنا صورت وبالأخير هاي تقربتي لها الكاميرا الجميلة أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر